نقل رئيس المخبرات العامة لواعباس كامل ووزير الخارجية والهجرة بذر عبد العاطي رسالة إلى الرئيس الإيرتري سياسي فورقي وذلك خلال زيارتهما للعاصمة أسمر تناولت رسالة رئيس سيسي سبل دعم تطوير العلاقات التنائية بين البلدين في مختلف المجالات هذا بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة هذا واستمع رئيس المخبرات العامة ووزير الخارجية إلى رؤية الرئيس أفورقي بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وذلك على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية وتجارة دولية عبر مضيق باب المندب فضلا عن التطورات في القرن الأفريقية وتحديات التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها واتفق الترفان على أهمية تكتيف الجهود وموصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه فضلا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيها ترجمة نانسي قنقر